هايدي أول مرة بلبنان في جهة سياسية ممثلة بأكتر من عشرين نايب بالبرلمان عم تدعي علناً للاعتداء على اللاجئين السوريين رئيس حزب القوات اللبنانية دعا لإعادة كل اللاجئين السوريين لسوريا عبر الأجهزة الأمنية والبلديات وإلا من خلال الشارع البلديات ما تحرر البلديات ما تحرر عند قدرات يوم ساعة الناس إلى حق تتحرر مسؤول الإعلام بالقوات شارل جابور فسر هالدعوة بلمشبرح أي سوري بتشوفوه بالاوراء خطفوه وكبوه على الهدود كل من هو غير قانوني ما حدا فيه إلاك شي بتحملوه بتحملوه بتعبوه بتجيب خيط حطوه على الهدود شو بيصير فيه يسخيل من هونك وطالع التحريض على اللاجئين السوريين مش جديد فيه سياسيين تخصصوا بالعنصرية ضد السوريين وأنا بدي أطلع على سوريا ليرجع الشعب السوري على سوريا مثل ما رجع جيشها بس هايدي أول مرة بيتحول التحريض لدعوات للاعتداء وقد أعذر من أنزر إلى جميع السوريين ببرش فموت والأسوأ إنه هالدعوات إجيت بعد مقتل باسكال سليمان منسي القوات بجبال بجريمة بعد القوات تعتبرها سياسية حتى إثبات العكس رغم هيك انتقلت القوات من التلميح لاتهام الطرف الأقوى بالبلد يعني حزب الله بالجريمة للدعوات للانتقام من الطرف الأضعف بالبلد يعني اللاجئين السوريين بيقتلوا كل الشعب اللبناني بها يدوقع مش أنه شي عجيب غريب يعني